سيد جيكري نحكي عن كولمبيا هو الخلفية ساعمة الرئيس نحن ما عارش عنا تصويرها بتاعه هو خلفيته السياسية والفكرية والحركية نجد تفسرنا ما عندها المسار العام تاع كولمبيا كولمبيا معروفة فيها كانت تعديد التنظيمات الثورية المسلحة وصارت مصالحات مختلفة بين مختلف الحكومات والتنظيمات الثورية هذية لأغلبها عندها طابع مارك سيلينيني عموما والتنظيمات هذية خرطت شيئا في شيئا في شيئا يعني غادرت الجبال والعمل المسلح الى العمل السياسي أحد هالتنظيمات هذية رئيسية هذية هو أحد قياداتها هو اللي ترشح لرئاسها وفي خضم الموجات متاع يسار التاريخي سلاش شعبوي اللي صايرة في أمريكا اللاتينية منذ معنتها عشرين سنة عنا جاء الرئيس هذية وتعرف كولومبيا مهمة جدا معز ما يسمى الحديقة الخلفية الأمريكية اللاتينية لأن كولومبيا من نسبة للولايات المتحدة هي واجهة أولى في علاقة بموضوع الحرب على المخدرات وكثير من الأموال تضخها يعني الولايات المتحدة في المساحة الكولومبيا التغير هذية اللي جاء مخر في كولومبيا كولومبيا ما كانتش معروفة كيف مثلا البرازيل الارجنتين الشيلي عدد من الدول اللي صارت فيها أمريكا لاتيني يعني فين فينزويل اللي صعدت فيها قيادات يسارية ذات خلفية هكا راديكالية هذي تسمى حاجة جديدة دونك هالصراع هذي جديد يورينا اللي في أمريكا اللاتينية في مخاذ وفي مخاذ في علاقة أيضا بالصراع العربي الإسرائيلي تعرف إسرائيل توغلت كثيرا في أمريكا اللاتينية في فترات مختلفة لكن عموما هل تعديل الموقف اللي صاير على مستوى القيادات العليا السياسية في مختلف دول أمريكا اللاتينية بيصدد الحد من التوغل الإسرائيلي في الأمريكا اللاتينية في كيف ما صاير طلب المغادرة ديبلوماسيين هو طرد السفير الإسرائيلي نجمه هو حمليا هو ما قبل إعلان القطع الرسمي الرسمي العلاقات يعني أما تستدعيله سفيره وأنتي غديك في بوغوتا ولا تقول للسفير غير مرحب بيك أنت لهنا غديك تبدأ لكن إعلان الكامل اللي قتل العلاقات ما زال ما زال هي خطوة مهمك جدا في ذلك الاتجاه